السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك اصحابي عمليك ايه? انا احمد شيط. طبعا يا جماعة معظم الناس دلوقتي خلاص اتجهت الناس تستخدم وندوز حداشرة. انا واحد من الناس بصراحة يعني بعد ما كنت معجب جدا بوندوز عشرة. لا خلاص. بقى الطبيعي لازم نواقع بالتكنولوجيا والتقدم يا جماعة. كل الناس معظم ما تشغلها بوندوز حداشرة. بس طبعا في بعض الاختلافات اللي يعني اللي ممكن تكون مزعجة شوية واحد من الاختلافات ديات المزعجة جدا وليه انا شخصيا حتى. انت بيجي تبعا مثلا بتلاقي اه مثلا مش زهرة. دي بنسببنا حاجة كده ايكونية تراث كده لازم اعمل زهرة قدامي. وطبعا في بعض الابشنات تانية بتبقى الزهرة لازم اخشش خطوة زيادة واعمل اللي هو عشان الحاجات دي يظهر معي. فطعم بتاخد يعني وقت اطول وحاجة رخمة في صراحة. انا هده ان شاء الله هتطالعلى اتكلم معك او اعرفك ازاي بطريقتين مش حتى بطريقة واحدةVE طريقة يعني ببرنامج. وطريقة من غير برنامج. ازاي يترجع الشكل اللي هو متاع وندوز عشرة على وندوز حداشرة ازاي اترجعو? هي تعبي اه يعني يعني تلغي يعني ازاي التفعال بتاع وندوز عشرة دي على وندوز حداشرة? وازاي لو اللي انت حابت ترجع على وندوز حداشر تاني. او تجيب الشكل الجديد تاني بطريقتين زي ما بقول لكم فيه طريقة ببرنامج وطريقة من غير برنامج. ده يبقى موضوع حالة موضوع ده ان شاء الله بس اكيد لو انت موتام ما تبخلش عليا بلايك كومنت جميل زي كده اشترك في القناة وانت مش مشترك. فعزر الجرس. ويلا بينا عشرة حاشة بك. اه طب يا جماعة نترو بعد الانترو كالعادة نخش عطف الموضوع الحال. زي ما قلت لكم في الانترو يا جماعة ومقدمة الفيديو ان فيه عندنا الطريقتين. فيه واحدة عن طريق اكواد وفيه عن طريق البرنامج. هنشتغل دوقتي عن طريق الاكواد وعكده في الاخر فيديو نقول البرنامج. طيب عن طريق الاكواد انا هسيب لكم الاكواد دي موجودة في صندوق الوصف. هتلاقوا الملف مش الملف هتلاقوا يعني مكتوب كده وانترو عشرة منيو وانترو حدوشة منيو. وهتلاق الاكواد دي تحت كل واحدة منهم. ابدأ كده اوليكوا انا عمدتك لكلمين اولا لاخد بنا انا شغال هنا بتاعة وندوز حدوشة اللي هو لازم ما تغبعش عشان يدخلني هنا كده. طيب انا عايز بقى بتاع وندوز عشر. اعملها ازاي? هنفتح كده دي هنا كده. هتاخد الاوامر دي. هتاخد اول واحد ده كده. ده بتاع وندوز عشرة. اللي هو القديم. هتقول له هنا كده. هخد نقبي. هتيجي هنا عندك على السرش. وهتقول له سي ام دي. سي ام دي. وهتقول له كده انتر. هي بتاعك طبعا للنفذة الصمرة دي. هتقول له مسلا هنا كده بس بالماوس. هو هيحط لك الامر ع طول بس. بقى هتقول له هنا كده انتر. داخل بقى هتقول لك هنا ايه? يعني خلاص اللي عملية تأمت بنجاح. انت لو عملت هنا كده هتلاقى المظاهرات. تظهر ازاي? هتيجي دمي هنا هنا كده. وتقول له وهي تضغط هتجيب اللي هو وندوز اللي هو ده يا جماعة. وتقول له عليه هنا كده. سبس انا مقبل لك عشان لو مش واضحة. اهو. هتقول له هنا كده هتقول له هنا. هو كده عمل خلاص طيب نجرب بقى كده اعمل اهو. لان اخب بقى جماعة هدقى خلاص الشكل القديم بتاع وندوز عشرة. طيب. قد هكده عامل شيتو جيب بتاع وندوز عشرة. طب انا خلاص زي التمينة عامل شيتو عايز ارجع لونز حتشرة تاني. اعملها ازاي? مرضو في نفس الاوامر هسبالكو فيه صندوق الوصف هتاخد بقى الامر التاني ده. ده يعني يلغي بتاع عشرة ويرجعك لونز حتشرة تاني. هتقول له اللي هو قابي يعني هتاخد اقابي يعني. وهتيجي هنا كده تقول له وبرضو كالعادة هتقول له هنا كده هتعمل هنا كده. اه لان اخب بقى رجعت لوحدات. طيب لو ما رجعتش معاك اعمل اللي هو يعني اعمل زي ما عملت من شوية يعني. بس اي خدامي هتطلع معاك زي ما حصلت معاك في الفيديو كده هتطلع معاك على طول يعني. طيب دي كده كانت الطريقة اللي هي عن طريق الاكوات. طيب عن طريقة البرنامج وبصراحة انا بفضل كمان عن البرنامج اكتر يعني البرنامج اسهل وامتع من ده بكتير. البرنامج انا هسيب لكم يعني ينك تحميه في صندوق الوصف هو اللي هتلاقوه ملف ده. هو مساحة ولا ما جابتش حتى نص ميجا بايت. المهم لما هتنزله معاكو هزي الملف مضغوط كده. هيقول له وهتفك ضغطه. هتطلع معاك بالشكل ده. هنا اضابة على اللي هو الشكل بتاع الموز ده كده. هتلاع عندك هنا في اختيارين. اول اختيار ده اللي هو هيجيب لك بتاع ونز عشرة. اضغط عليه كده. قل له هو بيقولك اهو بيقولك انت عشان تفعله لازم تعمل قل له ماشي تمام ما بيش مشكلة قل له هو هيبدأ يعمل لها تمام هو خلص رجع الواحدة هو تنجرب بقى نعمل كده. اهو رجعت برضك بتاع ونز عشرة. طيب يعام مشيتون. عايز تاع ونز حداشرة رجع لها تاني. خد الاختار التاني ده. اضغطينا على النوبل ونز حداشرة دي هنا كده. اللي هو ديفولت دي اللي هو بلون الازرق دي كده. او كليك المين. طيب ونز حداشرة رجعت تاني. فيعني لو انت وصلت معي لحد النوط دي هنا كده لنهاية الفيديو فحب اشكرك جدا انت اسطورة بالنسبة لي بصراحة. فيعني لو استفدت مني حاجة وتالت طريقة شغالة معاك ما تبخلش علي او انك تساعدني في نشر الفيديو عن طريق انك تعمل لايك للفيديو. كومنتر جميل زيك كده لو انت حابب اشترك في القناة طبعا لو انت او ما تشوفني. وبس كده يا شباب. سلام.